نشكر اذا عادكم الكريمة نشكرك انت شخصيا لكونك مهتم في هذه القضايا الله يبارك بك احنا هذا مشروعنا هو مشروع انساني ان شاء الله واسع راح يكون يضم 25 دار للايتام والفقراء الايتام والفقراء اللي تكون في محافظة الذقار وان شاء الله يتوسع المشروع مالتنا عندنا ارض واسعة راح تتحمل ما يقارب 100 دار 100 دار مع مستوصف خدمات كاملة مع مستوصف مع حسينية راح تكون حسينية ام البنين في هذا المكان وراح تكون عندنا اسواق ومتنزئ للاطفال نعم اخ حسام يعني كيف قدرت تحصل على الارض من اجل يعني استحداث هذا المشروع مثل ما قلنا لكم احنا مشروعنا انساني فطلبنا ارض قلنا يريد نسوي بيها مشروع انساني لعبواننا الفقراء والايتام فمن خلال الطلب مالتنا اجانا شخص الله جازي بالخير قال هاي الارض عدي واسعة وبامكانكم اي دار يعني ارض واسعة اللي تقدر باي وقت التحاضر نقدر نجهزها لك وحاضرين احنا ونطعنا الارض واسعة ما يقارب خمسة دونم كم دار راح تنشع لهذا المشروع ان شاء الله هي اونيتي مية دار نعم مساحة الدار الدار راح تكون هي مية مترة واللي دار موجودة حاليا عدنا اول دار شيدت وموجود بيها الارض واسعة هي مثل ما قلت لكم راح تكون مية دار الدار الواحدة هي مية مترة المية متر راح يكون بيها استقبال وصالة وغرفة ومطبخ وكامل خدمات ان شاء الله كيف راح يكون اختيار العائلات الفقيرة المستحقة لهذه الدور ان شاء الله احنا عدنا عوائل مسجلة وعدنا عوائل جاي شهريا نزورها وعدنا عوائل بهذه ايام الشتاء ايام المطر ما تسكن ما جاي تسكن بايام المطر ما تسكن ببيت هلين البيت تعبان البيت يعني حالة حالة تعبان حل كيف تحصلون على تمويل ودعم المشروع احنا من خلال اذاعتكم الموقرة الناشد الناس الخيرة الناشد الناس الطيبة الناشد الناس اللي الله منعم عليها ساعدنا في هذا المشروع هذا مشروع إنساني من هو يدعمكم يعني؟ الدعم مالتنا من الناس الذين أهل الخير ما عدنا أي دعم خارج هذه لا حكومة ولا سياسة ولا أحزاب هذا عملنا هو الله سبحانه وتعالى من الناس الخيرة جاي حاليا نشوف عمل بناء اليوم مستمر هذا العمل؟ إن شاء الله عملنا مستمر لله سبحانه وتعالى يوميا عندنا عمل يوميا راح يكون عندنا عمل كما أننا عندنا أول دار وهي الدار الرجل الكبير بالسن أبرقية ناشدنا الناس الخيرة وما قصروا وبالأمس كملة هذه الدار إن شاء الله ناشدنا على شهلمان على جوص وعلى بقية المواد هي مواد العمل إن شاء الله الناس ما تقصروا وإحنا مستمرين بالعمل نعم أيضا يعني أشوف خدمات الكهرباء قد وصلت لهذا المجروع من وصل لكم كهرباء؟ إحنا في بداية الأمر أهم شيء في هذا مشروعنا هو إيصال الكهرباء والماء إحنا بعملنا بالعمل مالتنا نحن نحتاجها وفضل من الله الأعمدة الكهربائية والشوارع والماء قدرنا في المرحلة الأولى هي هاي لإنجاح المجمع السكن شون يحتاج المشروع حاليا؟ المشروع يحتاج إن شاء الله إحنا محتاجين الناس الخيرة تدعمنا تدعمنا بموات تدعمنا بمبالغ تدعمنا إحنا رح يكون هذا فك الزخم عن إحنا بهذا مشروعنا رح نساعد الحكومة نساعد الحكومة بفك الزخم عن التجاوزات عن المناطق العشوائية هذا رح يكون حي كامل مدينة كاملة إن شاء الله تكون مدينة كاملة للفقراء والأيتام إن شاء الله إحنا رح نقضي على الفقر في محافظة دقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر